أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أحد أهم إنجازات قطع التعليم في مصر تتمثل في تطوير المدارس التكنولوجية واليابانية وبتزامن مع احتفال العالم اليوم الدولي للتعليم أوضح تقرير معلوماتي للمركز بأن إجمالي عدد مدارس التكنولوجية التطبيقية وصل إلى 28 مدرسة حتى عام 2021 و48 مدرسة يابانية حتى العام الدراسي 2021-2022 أوضح التقرير أنه تم إنشاؤه إحلال وتجديد 14 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 3933 فصل تم إنشاؤه ضمن القرى الأكثر احتياجا